السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اليه وصحبه أجمعين نهرتا بجاء لكم فيديو كده تحفيزي حلوة جدا الروتين الليلي ناس كتيرة قوي طلبت مني لنعمل الروتين الليلي وكده بمعنى ان يعني تنظمي مطبخك وحكتك وكده قبل ما تنامي عشان تسحي الصبح كده تلاقي الدنيا كده هادية معاك وموركيش مواعين ولا وراكي أي حاجة تقومي مسلا تفكري في الطبخة بس أو في الفطار اللي هتعمليه مطبخك رايق ومواعينك نديفة وتقومي كده على طول على المطبخ بقى تعملي حكتك وكده على نظافة هنا بقى كده كنت بشطب مواعيني العشا المواعين كتيرة بس عشان ايه كان عندي ديوف بس على العشا لكن احنا متعشاش في المواعين دي كلها طبعا وكان فيه كده طبعا حلة من باقي الغدا برضو كنت موجودة يعني كنت سايبها ايه يعني حتى فيها ميا يعني وسايبها كده يطلع اللي فيها شوية وبعد كده بقى خسلها بتانا زي ما انا اعاها يعني كده فطبعا كده ايه يعني غالله يا بنات تنشطوا كده وعملوا الكلام ده يعني متخليش مواعينك متابيتش مواعين في مطبخك متخليش مطبخك اهه نايا المواعين بتعمل ريحة لما بتباد في المطبخ ده بتباد في الحب بتعمل ريحة مش كويسة في Tyl بالمطبخ وطبعا القرصية بيبقى فيها بواية اكل وكده فطبعا بتعمل ريحة وحشة جدا وباقي بيبقى ريحت وحشة كده وبيلم حشرات بقى وكده من الكلام ده يعني فطبعا انت خلي كده أول باول كده في مطبخك يعني أنا مثلا ما بعمل أكل ولا حاجة ومسلا أكلها عملت معاها مواعين كتير مثلا زي البشاميل زي المحشي زي الأكرات اللي هي بتعمل مثلا مواعين وكده على طول أول باول بخسل الاطباق على طول أول باول بإيدي لو وسقت معلاقة وبغسطها وبغسل 해 ولا 밑بت لكي دوري مواعين خالص حينما بخلص الاكلة بيكون الحط زي الفل والمواعين زي الفل كل حاجة تمام لا بغشأ سوف الف مشكلة يلا بقى اتشجعوا كده وأول بحושة ليلو ناس قريبين مني يعني كده طلبوا مني ان υ гр pię y lim فى المطبخ يعني هذا حبايبي الروتين يجب أن تنظفي و تنظفي و تشطبي مطبخك قبل أن تنامي لكي تكون مطبخك رائع و يكون رائع و يكون رائع و لا يوجد أي شيء بكل يوم يجب أن تعملني هذا الموضوع كيف أن أقوم بعمل و تحديده مطبخك؟ كيف يجب أن أقوم بعمل هذه الموضوع؟ كيف يجب أن أقوم بعمل هذا الفيديو؟ طبعا الفيوت اللي في ايدي دي بعد طول النهارة بمسكبها بها الاكل ومساح بها ايديك وكده فطبعا الفيوت دي هتتنقع اصلا وهتتغسل انا كل يوم بعمل كده عامة تاني هنا بقى جيت للرخامة التانية للجزء التاني كنت بقى ايه كنت جايبة يعني دوابل كده كنت تركناها على جنب وفي كياس وكده وحاجات طبعا الحاجات اللي هي ملهاش لازمة شلتها والحاجات اللي هي في الكياس فضيتها في البرطمان وكده وفيها البرطمانات كتمركونة برضو شلتها في الضرفة فوق يعني انت طول اليوم ببقى مباخت مكاركب كده بقى فطار وغدا وعاشة طبعا ببقى مباخت كله مكاركب فانا بسيب بقى بقى كاركب برحتي وبسيب كل حاجة برحتي اللي انا عارفة اللي انا هعمله هيجي يعني وقت وهعمله هو بالليل يعني مش هتطبق بقول اللي ورايا هنا بقى كده كنت ملمع التوابل بتاعتي كنت ملمع كده التوابل العلب التوابل يعني ببرطمانات التوابل لان ايدي طبعا طول النهار فيها وايدي بقى طبعا ده بيتلمس كده وده بيتلمس كده ممكن قوديك ما تكونش نديفة وتلمسي ببرطمان غصبا عنك وانتي بتحطي اكلة بتحطي توابل لاكلة كده فطبعا بتخسيلي كل دوت طبعا انا بقى مسحته كده الفوتة ديت انا بلاها اغسلها يعني بمية دافية كده وصابون كده كنت بقى ايه بلمع بها البرطمانات يعني هنا بقى فضيت كده التوابل انا كنت جايبها في الكيس بس كده طبعا بقى دي توابل صغنونة خالص يعني اللي انا ايه مش بستخدمها دايما في كياس برضو بس حبت ايه والايلين يعني فطبعا شلتهم كده في الدرج مش بستخدمهم دايما وهنا برضو كمان الرفي التاني كده نظمته مسحت برضو البرطمانات كده وبقيت التوابل وكده والرفوف كمان لازمان كل يوم تعملي الروتين دوت وكمان البرطمانات بتاعتك تبقى نظيف ومعليهاش لمس مسلا اي حاجة من صوبعك بتاعت الاكل وكده نافما ان كل يوم تعملي الموضوع دوت ده الروتين الليلي انه كانت مبخي كده الصبح كده هادي كده ورحته حلوة ونفوش اي مواعين ونفوش اي شغب ولا في اي حاجة تلمعي كل اللي عايز تلمع تنظفي كل اللي عايز تنظف عشان تصح الصبح كده تلاقي مبخي كده فولها كده طبعا احنا طول النهار او طول اليوم ببقى المطبخ بتاعنا مكارك بسبب اللي احنا بقى طبعا انا انا كرانيا وبطلعش من المطبخ انا ليل ونهار فالمطبخ دي بقى كده حبايبي فورشة كنت باورها لكو دي بتاعت الانتاريهات والسجاد والركن والمفارش والستير وكده دي بتحطي جواها صابون كده ويه تبدأي كده تحركي بصوابعك البلية الحمرة دي كده بصوابعك ويه تخسلي كده تخسلي بالفورشة فورشة نفسها خشنة جدا والله يلي سمع يعني ما استخدمتش اللي مرة واحدة بس بس هي جميلة جدا يعني اسمها فورشة سجاد او فورشة انتاري يعني تخسلي بقى كل حاجة هنا بقى كده مرتش للمكروف كله الفورن يعني كله وقلت اخسل كده ايه امسح من ورا بس كده لان انا باستخدموش كده فقلت لمع بس كده من وراه عما استخدمتوش النهاردة يعني بس قلت برضو ايه يعني اخر مرة كنت مستخدمها من يومين فمكتش بنامعها بصراحة بس ما لمعت وقلتوه عادي افوش اي ترابر في اي حاجة لان انا مغطيها وكمان كنت احطى من فوق بقى بتاع البوتاجزات دوت ومنظف الستايل وكده والسجاد كنت راكنها يعني فوق طبعا شلته في مكان تاني وانا بقى حطل كده الموزع دوت بتاع المعالق وكمان الفناجيل جبت بقى طبق الفاكهة ده كده الفويل بقى والستريتش والحاجات دي ام برضو كنت بس كده بقى استخدامها قدام يعني كده فوق الفورن فطبعا هي اصلا مكانها في الرف اللي فوق دوت فانا احطتها مكانها رجعتها مكانها يعني مشي كده حبيبي شجعك كده وخليك كده نشيطة وتحفزي يلا بعد الفيديو ده كده وقومي بقى ايه زبطي مطبخك كده وزبطي دنيتك عشان برضو لو جالك ديوف على الصبح ولا حاجة برضو بتلاقي نفسك كده نضيفه كده ويخش ولاقي البيت كده نضيفه وروحته حلوة بقى كده كان عندي فاكة وقلت بقى فضيها كده في الطبق دوت عشان بتبوز في الكياس وقلت بقى احطها كده عشان ايه هشتغل منها دلوقتي يعني عمل كوكتيل منها وكده وقلت بقى كده فوق الفورن شكلها حلوة قوي في المطبخ من البوز وده عيش ايه او السناكس ده عيش ايه نوع في البتجازات عشان ان شاء الله انا يغير البتجاز بتاعي اللي يعرف احسن نوع في البتجازات يعني يقول لي لان انا ده كريازي انا متعملتش في الكريازي بصراحة فانا عايزة نوع يكون كويس يعني ويعيش معي وكده فلو حد يعني يقول لي نوع كويس استخدمته يعني وكويس وكده اوكي ماشي ياريت تقولولي الناس حبايب طبعا اللي هي ايه متابعاني وكده انا بقى كده كنت رشية تلاستر ده اللي برا تقول لكم اللي انا عملتلك قبل كده عليه الزيو بتاع شركة تلاستر طبعا هو حمي جدا يعني هو اصلا كيماوي جامد فانا قل بستي كيس كده بلاستيك في ايدي عشان امسك بالسلكة طبعا الفوتا دي انا مخصصها للبتجاز بس بس البتجاز بس بس طبعا في اخر الليل بخسلها كده بخسلها كده مع الواد herman بخسلها كده مع الواددا بالليل وكده في اخر الفيديو خالص أو في اخر اليوم خالص متنسوش حباب قلبي بتعالولي نوع بوتجاز عايزة نوع بوتجاز يكون كويس ويكون قوي بس يعني عايزة يكون في اللي هو في مروحة احسم نوع ايه الي عندنو بتجاز يكون مروحة ceria يقوللي على النوع كويس حد يكون استخدمه يعني مش حبيبي مستنية ردفكو على سؤالي طبعا هنا بقى كنت ايه كنت ناقع العيون كده برضو في بولا كده فيها برضو لاستر لاستر دا عايز اقولكو والله العظيم سحر جميل جدا هنا بقى كده ايه بقى عشان طبعا ما معطلومش ناردة حاجة حلوة فقالت بقى عملهم كوكتيل كده بالفكهة اللي انا قلتلكو اللي انا كنت باشتغل فيها داية دي بقى كان طبق فراولة كده عندي بصراحة كان في التلاجة فالحيته قبل ما يبوز يعني احنا بناكم الفراولة كده غير في الكوكتيل يعني او في العصير كده بقى التعطوى كده حلقات بسيطة خدت اللي ينفع احطه كده على الوش واللي مش ينفع خدته كده عصوره في الخلط عضربه في الخلط اعمل منه عصير يعني برضو استفاد منه برضو كده كده بقى ايه كده انا يعتبر شطبت مطبخي وزبطت دنيتي ولو حد جاي للصبح على غفلة يلاقي الدنيا كده بسيطة والدنيا نضيفة ومطبخين زي الفل وكمان كناس تلصالة وروقت الدنيا وشيكت قدام باب الشقة وكل حاجة تمام ده حبيبي روتيني اللي بعمله كل يوم بالليل لان انا مضمنش انا ساعات فعلا الناس بتيجي تصحيني اخواتي مثلا اي حد من عندنا ممكن ييجي يصحيني الصبح يعني يرن علي كده فهماني اي حد ممكن يجيلي فطبعا لازم يجوي لقى الدنيا نضيفة عشان هيقولوا عليك ست محفين اكيد يعني انوان الستي طبعا هي الشقة طبعا شقة نضيفة يبقى نضيفة في نفسها حتى نضيفة في نفسك اللي بيبقى نضيف في شقةه يبقى نضيفة في نفسه اكيد وفي الرجل اللي معاه وفي اولاده كمان اللهم ملك الحمد يعني الحمد لله هنا كده كنت عصرت عصر الفراولة والكوكتيل كان شكله حلو قوي وطعمه كان جميل جدا لدينا أولادي يحب الفراولة باللبن فأنا عملتها لهم من العكسهم تماما قطعت الموس كده وقطعت التفاية وضعتهم على بعضي كده وكمان نزلت بعصير الفراولة وروحت بقى إيه حطت كده فراولة من فوق كده يعني نزوم الدكور يعني وكده نهاردة روتين كده تحفيزي بسيط جدا 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 تحفيزي مش أكتر مش اللي أنا بعرض مواعيني أو أنا من الناس اللي بتقول أنت تغسل مواعين قدامنا بلاش حفلة المواعين أو بلاش مش عارف إيه عادي خالص ده روتين تحفيزي حبيبي تشجيعي يعني مش أكتر بشجعكو إن انتو يعني تقوموا وتتحفزوا كده وتنظفوا الدنيا وتزبطوا مطبخوا الكلام ده يعني مش أكتر ولا هقل بصوا الكوكتيل طعم جميل جدا والله يتنسف في ساعتها ما ما باتش أصلا أنا أصلا عامنا على قد لإيه لأنفار اللي في البيت يعني بص شكله عامل إزاي شكله جميل جدا نيجي بقى الخطوة المهمة دي خطوة الفيوت الفيوت دي اللي أنا بستعملها طول النهار بصوا أنا حطيت هنا إيه حطيت ميا دافية ميا مفلطرة كده دافية من السخنة تمام؟ حطيت ميا وحطيت شوية بريلي كده صابون سايل وكمان شوية خل عايز أقول لكم للخل هيعمل في فيوت ايه؟ هيعقمها ويتهرها وينظفها والصابون برضو هينظفها والميا دافية بصوا بقى الفيوت بقت معي فلة والله العظيم بقت فلة وهوريكوا الميا اللي لازم الفيوت بصوا ميا بصوا غامقة جدا ميا مش نضيفة لاني برضو انتي ايدك فيها طول النهار وكمان بشتفها برضو تاني بميا ساقة عادية بشتفها برضو من الخل ومن الحاجات اللي فيها وكده بس تكفي للفوق بتاعتك بتبقى نضيفة بتيجي الصبح تمسكيها او تمسح بيها حاجة او تمسكي بيها حاجة بتبقى نضيفة طبعا جدا بتبقى ريحتها حلوة كمان يارب النهاردة الفيديو يكون عجبكوا الفيديو يكون بسيط كده وتشجيع وتحفيزي بصوا بقى انا بنشرها كده على ايد البوتجاس كده لحد الصبح طبعا هي بتنشف بقوم الصبح لها نشفة خالص عشان كده امسكها يعني واشتغل بيها وهي نشفة كده بقى مبخ بعد ما خلص بصوا انا بنام كده وبقى مرتاحة جدا بقى مبخ نضيف كده كل حاجة فيه مترتبة طبعا المواعين دي بس بها كده تتصفى لحد الصبح يارب النهاردة الفيديو يكون عجبكوا شوفكوا في فيديو جديد ويلا باي